اشتركوا في القناة في مختلف المجالات من جهة ولما لتعزيز التبادل السياحي من اهمية في ترسيخ العلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية المشتركة من جهة اخرى واعربت عن الحرص لدعم الجهود الدولية ذات الصلاة بتنمية صناعة السياحة عالميا وتفعيل الروابط مع مختلف الدول والمنظمات العاملة في قطاع السياحة ودعم تعافي قطاع السياحة وتعزيز التعاون في مجال السياحة والسفر على المستوى الاقليمي والدولي وخلال اللقاء قدم دكتور ناصر قادي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض للوفد الأمريكي عرضا موجزا حول أبرز معالم استراتيجية السياحة 2022-2026 واستعرض بعض مشروعات البنية التحتية السياحية الكبرى وأوضح دكتور قادي أن نسبة تعافي القطاع السياحي وصلت إلى 82% مقارنة بفترة ما قبل الجائحة كما أظهر التقرير الاقتصادي الفصلي للربع الثاني من العام الجاري مواصلة قطاع الفنادق والمطاعم تسجيله لنسب النمو الأعلى على مستوى القطاعات غير النفطية في مملكة البحرين